دلوقتي طبعاً ننتقل يعني لكابتن هاني كابتن هاني كابتن هاني يعني هارد لك أنا طبعاً يعني اللقاء يمكن النهاردة كان فيه اختلاف كبير ما بين الدور الأول يمكن بترجات حقق فيه الفوز على النادي الأهلي كنا تكلمنا النهاردة في بداية اللقاء أنه هو لقاء أخوي من التراز الأول يعني عايزين نعرف منك أكتر يا كابتن هو يعني من ساعة لما اعتذلنا احنا الاثنين وإحنا بنلعب مع بعض اللقاءات أخوي يعني عدت أربع سنين في الجيش وهو كان في الأهلي برضو ميدو وبعد كده في بترجات يعني الحمد لله احنا ده مسأل يعني حلو قوي للرياضة بمعناها الصحيح ومعناها الصحي ما فيش حد في الدنيا أغلب ميدو بالنسبة لي لكن احنا لما في الرياضة هو بيعمل أقصى مجهود وأنا بعمل أقصى مجهود زي ما قالت كده احنا الحمد لله السنة دي الشركة يعني أنا تشرفت إنهم قدوني المسؤولية لأن أنا أخد فرقة الشركة وتوليت المسؤولية دي السنة اللي فاتت قبل نهاية الموسم بخمس مطشاو وكانوا في المركز الحداشر في الدولة الحمد لله أنا هنا السنة اللي فاتت في المركز الثامن والسنة دي ابتدينا بداية كويسة جدا خدنا بقى يعني بحب أنا قوي الموضوع أن أخد لعيب النشئين ونشتغل معاهم ويتطوروا خدنا هنا من النادي الأهلي الصافي ومرجان وزكريا والحمد لله زي ما أنت شايفه المطش الأولاني كانوا نجوم والنهار يعني النهاردة طبعا يعني عشان كان عندنا أصابات كتير أنا مرضيش أخطر بيهم لأن احنا بنلعب على المربع يعني ده الهدف بتاعنا في بيتروجيت إن احنا نوصل المربع في الدوري فإحنا عندنا مطش يوم لاتنين مع الزمالك وبعد يسموح على الجمعة فبالتالي ما كانش ممكن أخلي أجازف بمصابين أنا عندي النهاردة الأخوين عزب مش موجودين وعندي إجزو للعيب المحترف بتاعي بتاع ثلاثة مش موجود لكن أنا يعني كانت خدت المطش ده تجريب وتدريب لبقية الفريق الفريق الحمد لله وصل لمستوى كويس ويعني أنا تمنى ربنا يوفانا إن شاء الله نخلص الموسم في المربع وأننا نتمنى أن احنا المطش جاي نعمل مفاجأة الميدو وندي له الدوري يعني المطش جاي نتمنى إن شاء الله بشكرك جدا يا كابتن نورتنا طبعا وشرفتنا على شاشة القناة النادي الأهلي ده كان حوارنا يا كابتن هيسمع الشاقيقين زي ما حضرتك شفت طبعا يعني كابتن ميدو مصلحي وكابتن هاني مصلحي يمكن يعني حوار أكثر من رائع يمكن فيه روح رياضية وفعلا تمثيل للروح رياضية بين الشاقيقين يمكن أدوا التحية بعد انتهاء المباراة رغم خسارة بيتروت جات أمام النادي الأهلي ولكن يعني روح رياضية هي كانت الطابع الغالب على المباراة اليوم وزي ما قلنا فعلا في البداية بنتمنى الفوز للأخ الأصغر وده اللي حصل فعلا يا كابتن هيسم بشكرك جدا العودة للسوديو مرة أخرى احنا اللي بنشكرك يا مريم ساميح وبنشكرك على اللقاء الحلو وده الحقيقة يا أخوين وبشكرك ترجمة نانسي قنقر